قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لتزال هناك فجوة بينانية إسرائيل في حماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة بلينكين وفي مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون مساء الخميس بواشنطن أكد أن بلاده تتحدث مع سلطات الكيان الصهيوني بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين مشددا على ضرورة أن تعطى الأولوية لذلك يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين ولا تزال هناك فجوة بيناء مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض حماية المدنيين هي مسألة نتحدث عنها مع الإسرائيليين بشكل منتظم بما في ذلك ما تحدثنا عنه اليوم على إسرائيل التأكد من أن فترات الهدنة لا تنتبق على حي ما فحسب بل على منطقة أوسع ما زلنا نعترف بصعوبة غير العادية لمهمة حماية المدنيين لكن على إسرائيل الالتزام ببذل كل ما في وصعها لزيادة حمايتهم وزيادة المساعدة الإنسانية إلى أقصح ترجمة نانسي قنقر